اشتركوا في القناة ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات نحمد الله جل جلاله أن وفقنا لمجلس نسمع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع فيه أحاديثه المباركة ونقتفي أثره ونتظلل بأنوار حديثه صلى الله عليه وسلم فلا يوجد بعد كلام الله أجمل ولا أعظم ولا أروع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو الذي قال عنه الله جل جلاله ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ولا بد لهذه المجالس أي الحبة فلا أن تنشئ عندنا شوقا للحديث لأنه باختصار وبإيجاز وبصراحة يا أخواني في عندنا جفاف بها القلوب لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يمكن يمر علينا أيام وأسابيع ما سمعنا كلامه واليوم إذا فيه واحد من البشر بتحبه إذا مر عليك أيام وما حكاك ولا حكيته فبتقول له صرنا زمان ما سمعنا صوتك سامحني يعني إذا في بينك وبين الزوجة مودة بينك وبين زوجك مودة الزوجة الصالحة لا ترضى أن يمر عليها يوم أو ليلة إلا تتودد إلى زوجها لأنها لا تستطيع أن تبقى يوم وليلة من دون أن تسمع كلامه هذا من علامات صلاح المرأة وهكذا بين البشر جارك إذا في بينك وبين مودة صديق لألك يقول له يا حبيه ما سمعنا أيام مجتمعين صوتك يا الله النبي عليه السلام هؤلاء يمر علينا أيام من يسمع كلامه لذلك الحبة في الله لابد أن ينشأ عندنا شوق لمجلس رسول الله عليه وسلم عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا لذلك يقال ماذا لو كان بيننا الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا الحبيب كيف نجلس كيف نسمع لذلك رأم اثنين أخذ الفقهيات والمعلومات من الحديث فصراء مواحد يا أحبابنا الأشواق الأشواق والقلوب التعباني بهالدنيا جاينا أعمل لها عملية طوارئ مفوتين على الطوارئ لنعمل لها إنعاش إنعاش القلوب والأرواح بيكون بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القلوب إذا بيضل في الدنيا بتموت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذكر رسول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك خل القلوب متوجهة يا أحبابنا خلوا القلوب حاضرة ما تغيب القلوب وتحضر العقول خلوا القلوب والعقول حاضرة قلبك بيأخذ النور وعقلك بيأخذ المعلومة فبتفهم الحديث بعقلك وبتأخذ نور الحديث بقلبك فبتكون جمعت ما بين القلب وما بين العقل هكذا يجب أن نكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وننوي أن يكرمنا الله ونستقيم على هذا الكتاب خلصنا تقريباً تقريباً حوالي الربع أقل من الربع شوي بعدلنا أد ثلاث من اللي قرأناه إن شاء الله نختم هذا الكتاب قلت لكم سابقاً وأعيد أنه من ختم هذا الكتاب بفضل الله تعالى يكون قد مر على كل أبواب السنة كل أبواب السنة اللي موجودة في كل كتب السنة مختصرة في هذا الكتاب لذلك تكون قد مررت على كل أبواب السنة فاسأل الله الثبات اسأل الله الاستقامة لا تقدم على مجلس العلم والإيمان شيء ما في شيء أغلى كله رخيص أنت بتقدم فربنا بقدمك وأنت بتأخر فربنا بأخرك أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن قدم الكتاب والسنة وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم والفهم والتطبيق والتبليغ ولغنا وياكم يا الحبة في الله في المقصد الثالث من العبادات إلى الفصل الثاني وهو مواقيت الصلاة وقلنا فيما سبق أن العلم بمواقيت الصلاة ضروري لكل مسلم لذلك ليس من المقبول أن يقول المسلم عندما تسأله ما وقت الظهر فأقول لك خليني طلع الساعة هذا ما اسمه مواقيت الظهر هذه ساعة بالدلك على الوقت ولكن المقات الحقيقي هو عبارة عن شيء في الكون جعله الله جل جلاله علامة لدخول الوقت كذلك العصر والمغرب والعشاء الساعة هي أمر مبتكر حديث يعينني على معرفة الوقت ولكن مواقيت الصلاة أمر مربوط بالكون جعله الله جل جلاله علامة لدخول الأوقات بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث ماذا يتعلق كل ما يتعلق أو جل ما يتعلق في موضوع المواقيت تقديمها وتأخيرها والفائت منها والقضاء والأداء وغير ذلك اختصره الكاتب في هذا الباب فنشرع به بإذن الله جل جلاله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين الفصل الثاني مواقيت الصلاة باب أوقات الصلاة الخمس أوقات الصلوات الخمس قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غساق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا براعة في الاستهلال استهل بها الكاتب في هذا الباب جمع بين آيتين الآية الأولى بيّن فيها فضيلة المحافظة على وقت الصلاة وأداء الصلاة في وقتها الصحيح لأنه من علامات إيمان العبد أن لا يؤخر الصلاة لازم يكون في عندك ميزان دايماً بتزين في إيمانك لأنه ادعاء كمال الإيمان عند الإنسان عادي مش صحيحة مش سليمي لأنه هاي النفس أمار بالسوء فطبيعة الواحد منا أنه يدعي أنه سليم الإيمان كامل الإيمان بس لازم دايماً تزين إيمانك دايماً يلازم تزينه من علامات ضعف الإيمان تأخير وقت الصلاة لأي سبب كان؟ لعمل أو لانشغال في مال وطعام أو شراب أو زوجة أو ولد فهذا من علامات ضعف الإيمان لا أقول ذهاب الإيمان بل ضعف الإيمان ومن علامات قوة الإيمان ذلك الشغف هاي الفزعة بسموها مش أنا سميتها النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا سمع الأذان فزع إلى الصلاة فزع فزع هاي اسمها؟ فزعة القلب الأولى وين بتروح؟ الله أكبر الله أكبر قال كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه قال قاعدين عم نتحدث مع بعضنا تغير يا عجيب سجاد ابن الأم صلي وين أقرب مسجد؟ شو فيه ما بعدين قال شو شو فيه وقت الصلاة آما يلا بعدين 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 دخل وقت الصلاة الثاني على ما نضعف إيمان فهذه إلايات الأولى دليل على أهمية وقت الصلاة بالفضيلة وبينا إذا مذكرين بدرس الفقه أنه أوقات الصلاة لها عدة أقسام في عنا وقت اسمه وقت فضيلة وقت شو كراها وقت أداء وقت قضاء هذه كلها ضمن الصلاة الواحدة الآية الثانية تبين أوقات الصلوات الأساسية اللي هي ثلاثة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الوقت ما بين الظهر والعصر دلوك الشمس جمعه في وقت واحد عشانك عند السادة الشفعية الظهر والعصر تعتبر في وقت واحد عند السادة الشفعية إذا امرأة حاضت في وقت الظهر أو العصر فإذا طهرت تعيد الظهر والعصر مع بعضهم إلى غسق الليل غسق الليل هو الوقت الثاني يجمع فيما بين المغرب والعشاء لشأنك وقت الجمع بيكون ظهر عصر بعدين مغرب عشاء بعدين أن لك وقت لحاله وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا فإذا ثلاثة أوقات أهسية النهار بقلبه وقتين ظهر وعصر الليل بقلبه وقتين مغرب عشاء والفجر صلاة واحدة لا تجمع مع أي صلاة أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب طبعا الآن بدنا نبلش نسمع الأحاديث التي تكلم فيها الصحابة عن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الصلاة الهاجرة هي شدة الحر يعني الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أحيانا كان فيه شدة الحر شدة الحر متى بتكون؟ وهو أقرب وقت إلى زوال الشمس متى زوال الشمس؟ قلنا عندما تزول عن كبد السماء ليش كبد السماء؟ يعني وسط السماء انتصفت الشمس السماء فصار الشيء بلا ظل فزالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب بدأ وقت الظهر وهذا الوقت غالبا تكون حرار فيه شديد واسمه وقت الهاجرة فهذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الظهر لحن نشوف رواية تانية انه كان النبي صلي الظهر بغير هالوقت فنجمع بين الأمرين نعم والعصر والعصرة والشمس نقية شو نقية؟ انت تستطيع ان تنظر إليها نقية من الشعاع انت تستطيع ان تنظر إليها والمغربة إذا وجبت شو يعني وجبت؟ سقطت شو الدليل من القرآن؟ يلا يا حفظه صوت الحج فإذا وجبت جنوبها شو يعني؟ أي إذا سقطت جنوبها فذبحت العام فاكلوا منها الوجوب الوجبت بمعنى سقطت أي إذا سقطت السماء طبعا بما ترى العين هي ما سقطت البحر بس بما تراه العين في جهة الغرب فعندها يكون قد دخل وقت المغرب والعشاء أحيانا وأحيانا يعني ما كان الوقت محدد للعشاء النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه ساعة الفجر طبعا ولا ساعة ما اسمها الساعة وتبين فيها المواقيت فهذه المواقيت هي عبارة عن ترتيب أوقات أما الأصل أنه كانوا الصحابة ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يدخل دغري يصلي معهم أحيانا ينتظروا الساعة ما كان واحد منهم يأفئف ما كان واحد منه يقوله تأخر شو عم يعمل بالبيت لا نحن لضعف استعدادنا وترتيب أمورنا فلذلك من حدد وقت يحاول الإمام والمأمومين يلتزموا ولكن إذا حيانا انطر الإمام بالإمام بشر صبروا عليه شوي حتى يأتي ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون مجيء الإمام إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا فإذا هو جاء ورآهم اجتمعوا مباشرة بيوتوا البعيد وأشغالوا ومعمالوا عجل العشاء وإذا رآهم أبطأوا ينتأخروا أخر العشاء أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الغلس هو أول الفجر والظلام مازال شديدا وهو الأقرب لوقت الليل بعد انتهاء الليل مباشرة وبالفجر نعم باب فضل صلاتي الصبح والعصر قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذه الأوقات التي ميزها الله لابد أن تميزها أعمى البصر ما بميز الوردة من القمامة أعزكم الله أعمى البصر ما بميز الشيء الجميل من الشيء القبيح اللي فاقد حاسة الشم ما بميز أعزكم الله رائحة العرق من رائحة المسك هذا مضروب عنده الشم طيب اللي ما بميز وقت قبل المغرب من وقت النهار هذا أعمى القلب صلى الله عليه وسلم لذلك ما بليق أنه قبل المغرب قاعدين عن نشرل في الدنيا مثل باقي الأوقات ولا بليق بعض الفجر إن كن وقتنا مثل باقي الأوقات لابد للمؤمن بعد الفجر أن يكون في مجلس مع الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ميز الله هذه الأوقات فميزها نعم عن عمارة بن رؤيبا رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر وعصر شرعكم هل يعني هذا الحديث أنه من صلى الفجر والعصر ولم يصلي الظهر والمغرب والعشاء فيدخل الجنة ولا يدخل النار ما فهم الحديث إذن أنه من حافظ على صلاة الفجر والعصر فمن باب أولى أنه يحافظ على باقي الصلوات ولكن هذا تخصيص من عام يدل على فضيلة هذه الأوقات على غيرها لذلك قالوا الصلوات خمس أفضلها العصر والفجر وأفضلها ما بين الفجر والعصر شو الفجر وأفضل صلاة في الأسبوع فجر الجمعة لذلك يحرص أن لا تغيب عليك فجر الجمعة أبدا 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 لأي عذر كان فجر الجمعة في جماعة نعم باب الإبراد بالظهر في شدة الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إما عبد الله بنو مكتوم وإما بلال خلص الأذان إجا ودئيم الصلاة فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتماع الصحابة الآن طبعا مسجدهم كان من جريد النخل ومن جذع ومن جذوع النخل والحرارة فيه شديدة فالصحابة كانوا ينتظرون أحيانا الإقامة حتى يجتمعوا أو كانوا في غير مكان المدينة كأنهم كانوا في سفر أو غير ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالصحابة فشعر أن اجتماعهم في هذا الحر الشديد قد يؤذيهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر انتظر أخر شوي الإقامة أخر شوي وهذا فيه بيان أن اختيار المكان الأفضل والأسباب التي تعينك على استشعار الخشوع في الصلاة إن استطعت هذا أولى وأفضل يعني يسأل البعض أنه هل الأولى أنه أنا صلي بمكان حار وإعرق لله وشوب لله ولا مكان ينبرمت يقول له لا لا أنت ما تطلب منك تعذب نفسك بل إذا كان ما خلقه الله من أسباب تريحك تعينك على الخشوع فطبقها تعالى أنا عن نفسي أخي بيحكي أنا صلي في مكان يعني عن بعرق في ما بيستشعر بأي يمكن ما بيستشعر ولا بأي ولا بحس بركوع ولا بسجود أما إذا غفرت الأسباب أسأل الله أن يدي معلنا النعم وأن لا يحرمنا وأن يجزي عنا خيرا كل من يعني بما أنه ذكر الموضوع خصو بالدعاء هناك يا أحبابنا بفضل الله من يأتي إلينا كل شهر بساهم في ثمن مزوت المسجد خصوه بالدعاء جزاه الله عننا خيرا وقال هذه الأوقات المغرب والعشاء اللي بتدور فيها المكيفات حتى يجتمع الشباب ويطلبوا العلم ويدعوا إلى الله أريد أن تكون لي صدقة جارية عند الله فهنيئا له وأسأل الله تعالى أن يتقبل مننا منه وأن لا صرح حالنا زي حال الباء المساجد نصر الله السلام ما أدرينا نضوي ولا فيه اشتراكات ولا من يحزنهم وسربك رطيف يبيلطف فإذا استطعت أن يعني تصلي عودا لموضوعنا أن تصلي في مكان يعني لا تؤذي فيه نفسك أو لا تكون فيه صعوبة ففعل ذلك لأن المراد هو الخشوع فكل ما يعينك على الخشوع ففعله طيب لأن البعض تحت اسم الخشونة والتخوشون والمجاهدة يريد أن يعذب نفسه قال أنا ما بدي أشرب ما يباردي ليش؟ قال خايف تكون فيه طرف بدي أشرب ما يسوي يا عمي طيب يشرب ما يبارد والحمد لله ما استشعر نعمة ربنا عليك بالماء البارد إيش المعنى؟ قال أنا بدي أخلي عبيتك بلك أوه وبيد أكويها وبيدي أشحط ريحة بباب التخوشون لا أكوي تقول الحمد لله النعمة الله عليه وإذا رزق الله فالماله الصالح النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه نعمة المال الصالح للعب الصالح فعودا على موضوعنا النبي عليه الصلاة والسلام حس صلاة الظهر بهذا الحر الشديد قد لا يكون فيها يعني أطمئنان للصحابة فطلب من المؤذني أخر طيب بتقول لي الآن أنا إيش العمل الآن بهالبلاد وبهالأيام شو بعمل أنا بس يؤذن ظهر ما بصل للظهر يقول لك أنت واحد من اثنين إما أن تكون قريبا لمسجد فلابد أن تكون مع الجماعة تحرص على الجماعة وإما أن تكون في برية في صحراء في مكان بعيد وفي حر شديد والجماعة بيدك أنت تستطيع أن تقيم الصلاة فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى قبيل العصر يعني حتى تخف الحرارة قال إلا ثم تقيم الصلاة وتصلي فهي الصلاة التي تستطيع أن تؤخرها طبعا إذا ما كان في مسجد قريب منك بدون كراها أما باقي الصلاوات إذا أخرتها لقريب وقت طبعا غير الفجر كمان لقريب وقت الصلاة التي بعدها بتوعب الكراها مثل العصر مثلا إذا أخرت لقبيل المغرب توعب الكراها المغرب توعب الكراها العشاء توعب الكراها لابد أن تصلي في أول وقت إلا الظهر والفجر إذا كنت بعيدا عن المسجد ولا تصلي مع الجماعة يمكنك أن تؤخرها لقبيل دخول الوقت الثاني وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول التلول جمعت الله يعني صرنا نشوف أنه الشمس خلاص بلشت تمشي على المغرب فصرنا نشوف الفي فيئة تلال لأنه على الظهر ما في فيئة فبس غربت للمغرب صرنا نشوف فيئة تلول باب إثم من فاتته العصر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله وطر أهله وماله نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ضياع الأبقات من أشد الأوصاف التي وصف بها تاريخ صلاة العصر أنه لو سمع خبراً نسأل الله سلاماً أن أمه وأباه وابنه وابنته وزوجته وآله ماتوا في لحظة واحدة وخسر بيته وداره وأرضه وماله في لحظة واحدة أهولوا عليه من أن تفوته صلاة العصر كم هذا يا إخواني شديد وعظيم وكم أصلاً تفاعل الناس إذا فتتهم صلاة العصر كم من الناس ممكن أن نسأل الله سلاماً تفوتوا العصر ويؤذل المغرب ومش من به بعدين يضرب عزبين ويقول يا الله راحتنا العصر وغيرهم يصلي عادي عادي صحابة كان إذا فتتهم تكبيرة إحرام لا أقول صلاة تكبيرة إحرام أو صلاة جماعة كانوا يعزون كانوا يعزون كما قال أحدهم ماتت ابنتي فعزاني الألاف ألاف عزوني لموت ابن وفتتني صلاة في المسجد وما عزاني أحد ذلك مما أثر عن الصحابة أن الواحد منهم كان إذا رأى أخاه يصلي معه في المسجد دائماً فعلم أن أخاه قد فتته الصلاة في المسجد فرأاه فقال له عظم الله أجركم التعزية بفوات الصلاة في جماعة ومن أعظم الصلوات التي إذا فاتت فخطرها عظيم صلاة العصر نعم باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مكروها إن كانت بغير سبب شو منسميها؟ مطلقة مطلقة إذا كانت بسبب فلا كراهة فيها مين يعطيني مثال عن صلاة بسبب؟ تحية مسجد شو كمان؟ استخارة قضاء هذه كلها اسمها صلاة بسبب فمن أراد أن يصلي بعد الصبح أو بعد العصر صلاة بسبب بسبب جاز له ذلك أما النفل المطلق فهو من مكروه والبعض قال فيه أنه مكروه كراة حريمية نعم باب قضاء الصلاة الفائتة عن أنس رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكره وفي رواية لمسلم أو نام عنها لذلك يسأل البعض هل من كفارة إذا تركت الصلاة؟ لا كفارة إلا القضاء لو أنفقت مال الأرض جميعا ما وفيت صلاة في أداء صلاة مؤدات لكن لابد أن تقضي الصلاة وأن تستغفر الله خاصة إذا كان تأخيرك لها بلا عزر نعم باب فضل الصلاة لوقتها عبد الله مسعون رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني لاحظين؟ وين قدر الصلاة؟ ثلاثة من أعظم أعمال الدين البر والجهاد وين الصلاة؟ الله أكبر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أحسن ما بينك وبين الله ثم أحسن ما بينك وبين أمك وأبيك ثم قدم وقتك لله هذه خلاصة الدين خلاصة الحياة أن يكون بينك وبين الله علاقة خوية ذلك يا أخواني أنا أحدث نفسي وأذكر إخواني وأخواتي الصلاة بدها تمرين يعني درب نفسك يصيبك يعني بالعامية تنأز تنأز بسمع الأذان الله أكبر ويعني يصبح لمن حولك عاد يعرفونك بها هذا موضوع الصلاة عنده خطير حتى هذا يعني يشهد لك به عند موتك بقوله رحمة الله على فلان كان إذا سمع الأذان تغير يصير كل اللي حولك يتأثر موضوع الصلاة عنده موضوع خط أحمر كما يقال وهذا هو عبارة عن شيء داخلي هذا إنعكاس لحب داخلي لحسن علاقة مع الله تنعكس على حالك عند الصلاة ثم بعد ذلك حسن العلاقة مع الناس وأول الناس من تحسن علاقة معهم الأم والأب ثم بعد ذلك أن يكون عندك خير للناس فتجاهد في سبيل الله هاي الدين بينك وبين الله بينك وبين خلق الله وبينك وبين الأمة جميعا ودين الله تقدم لدين الله بس العجيب أنه بهذه الرواية قدم الصلاة على وقتها مش مصلي على وقتها على البر وعلى الجهاد نعم باب الترتيب بين الصلاوات عن مالك عن نافع رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيه ثم ليصلي بعدها الأخرى هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الترتيب بين الصلاوات يعني بيسأل البعض بقول يا شيخ أنا فاتتني صلاة الظهر والآن أنا بوقت العصر فهل بصلي الظهر بعدين بصلي العصر ولا فيني صلي العصر بعدين صلي الظهر من لهذه المسألة اسمها مسألة الترتيب بين الصلاوات لذلك عند السادة الأحناف قالوا أن الترتيب بين الصلاوات واجب فإذا فاتتك صلاة الظهر فلا يجوز لك أن تصلي العصر ثم تقضي الظهر بل يجب عليك أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر أما عند السادة الشفعية المذهب الذي ندرسه في هذا المعهد عند السادة الشفعية قالوا أن الترتيب مستحب طيب كيف نجمع بين الأمرين قالوا من استطاع أن يخرج من الخلاف وأن يرتب بين الصلاوات فهذا حسن وكيف يكون ذلك يكون ذلك بأن تكون في مكان أنت تصلي فيه وحدك فرتب بين الصلاوات أما إذا دخلت إلى المسجد فت على المسجد على صلاة العصر فأقام فأقيمت الصلاة لصلاة العصر وإنتي مش بصلي الظهر عندي السادة الشفعية لو صليت العصر ثم بعد العصر قمت وصليت الظهر فلا بأس بذلك أما إذا أنت معا بتصلي جماعة ولحالك لا ما تصلي العصر بعدين الظهر رتب الصلاوات صلي الظهرة ثم صلي العصر مفهوم هذا يعني هذا تقول لك دليل هذا الحديث استدلوا فيه على وجوب الترتيب تمام يعني كأنه يقول له صليها فتتك ثم صلي بعدها الأخر أنا لا تصلي مع الإمام إذا بدأ خلينا الأخير لا ما فيك تغير النية مع الإمام نعم الكتاب الثالث الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة باب أول المساجد في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أسأل الله أن يكرمني وإياكم بدوام الحج والعمرة وأن يوفق هل مشتاق لها يا رب العالمين قال العلماء أن البيت الأول الذي وضع في الأرض هو المسجد الحرام في مكة المباركة وسميت ببكة ولها عدة أسماء ومن أسمائها مكة وبكة وبيت العتيق وغير ذلك من أسماء فمن معاني كلمة بكة أنها تبك بها الرقاب أي تدك بها الرقاب فيذبح فيها النعم لله جل جلاله في كل عام بالآلاف وأول بيت وضع اختلف العلماء في التفسير فقال البعض أن أول من وضع هذا البيت أو أساس هذا البيت هم الملائكة وفي رواية قال البعض أن أول من وضع أساس هذا البيت هو آدم عليه السلام في بعض الروايات أن الذي وضعه إبراهيم عليه السلام والجمع بينها أن الملائكة وضعت علامة للبيت وأساس البيت وضعه آدم وأكمله إبراهيم عليه السلام كذلك المسجد الأقصى قالوا كذلك أن الذي بدأ به داود عليه السلام وأكمله سليمان عليه السلام وقيل أن الذي بناه سليمان عليه السلام إلى غير ذلك من أقوال لأنه سيبين معنا بعد شوي بالحديث أن الوقت بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أربعون عام لذلك قالوا أنه ليس بين إبراهيم وبين سليمان أربعون عام فلذلك قالوا أن الذي بناه داود ثم أكمله سليمان عليه السلام على اختلاف في الروايات نعم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى لما سمي بالأقصى سمي بالأقصى لبعده الأقصى أي الأبعد لبعده عن المسجد الحرام نعم قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله ثم أينما أدركتك الصلاة بعدها فصله فإن الفضل فيه الفضل فيه شو يعني الفضل فيه فإن الفضل فيه أي في إدراك الصلاة على وقتها وهذا من خصوصيات هذه الأمة وهلاح نشوفها عندنا بالحديث اللي بعده أنه كانت الأمم السابقة لا تستطيع أن تصلي إلا في الكنائس والبيع لا يمكنك أن تصلي في أي مكان في الأمة السابقة هذه الأمة ميزها الله جل جلاله بأن جعل لها الأرض طهورة وين بتكون؟ في الجبل؟ في البحر؟ في الوادي؟ في الطائرة؟ في البحر؟ في السفينة؟ أينما تكون؟ فقد تولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم تكبر وتصلي فجعلت لك الأرض مسجدا إلا في الأماكن التي نهي عنها مثل إيش؟ مثل المقابر ومثل أماكن الإبل كما بينا في الأسبوع الماضية هذه الأماكن لا تصلي فيها أما كل الأماكن التي ليس فيها نجاسة يمكنك أن تصلي وين بتكون؟ بشغلك؟ بعملك؟ بالطريق؟ بس بتفرد السجادة أو بدون سجادة إذا في الشي على الأرض أو على الحشيش أو على الرمل أو على التراب أو على اليابسة أو على الرطب أو على الماء أينما تكون؟ تولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم تكبر فتصلي فالأرض لك مسجدا لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فضيلة لمساجد بل فضيلة الصلاة في المساجد تفضل على غيرها وأعظم المساجد المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى والمسجد الحرام الصلاة فيه بديش؟ بمائة ألف والمسجد النبوي بألف والمسجد الأقصى بخمسمائة فنسأل الله كما وفقنا للصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن يتمم لنا الخير ونصلي في المسجد الأقصى جميعا إن شاء الله أولو أمين بسم الله نعم باب الأرض مسجد وطهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة فضائل الأمة المحمدية كثيرة جمعها العلماء في كتب يعني جاوزت المئة فضيلة لكن من هذه الفضائل المباركة عشان أنت تعرف نفسك من أي أمة وإشربنا تعالى بشو ميزك وفضلك فلها عدة فضائل منها أن الله جل جلاله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم رعبا في قلب أعدائه من الله مسيرة شهر يعني يكون بعد بعيد فيأكل الرعب قلب العدو فيخاف فينتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأذق العلماء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل إن الأمة إذا كانت على الهيئة التي يحبها الله والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ينصر هذه الأمة كما نصر نبيها صلى الله عليه وسلم ثم قال جعلت لي الأرض مسجد مطهورة وتكلمنا عن ذلك قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي كل الأمم السابقة كانوا بعد المعارك إذا انتصروا يأتوا بالغنائم وكان بعض الأمم يضعوها على رأس الجبل فتأتي نار من السماء فتحرقها وهذا الدليل على القبول أما هذه الأمة الغنائم لمن؟ للمجهدين الغنيمة التي تأخذها من عدوك لك لذلك توزع الأخماس التي توزع بها الغنائم قال وأعطيت الشفاعة وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة التي يشفع بها يوم القيامة لا يوجد نبي على وجل الأرض يشفع بمثل هذه الشفاعة ثم كانت بعثة النبي عامة وبعثة الأنبياء خاصة نعم باب المسجد الذي أسس على التقوى قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة هذه الآية فيها فضيلة البحث عن المسجد الذي أسس على التقوى المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد الذي ليس فيه مآرب دنيوية ولا سياسية ولا شخصية المسجد الذي أريد به وجه الله جل جلاله فهذه المساجد التي أريد بها وجه الله حري بك أن تبحث عنها لأن لها أثرا خاصا في القلوب وإذا يحببنا مراحظ أصلى الله سلام تدخل إلى مسجد أسس على غير تقوى يمكن من مال حرام يمكن من مال معروف مصدره يمكن له مآرب معينة سياسية أو غير ذلك لا تجد فيه الأثر الذي بني لا تجد فيه الأثر كما تراه في مسجد بني ممكن على البساطة ممكن ما في الزخرفة والجمال اللي موجود في ذلك المسجد ولكن تجد فيه نوراً وبركة وأثراً وسكينة خاصة وهذا تراه طالما نزلنا في مساجد في خروجاتنا في سبيل الله في العالم يمكن ترى بسيط بس يا أخي بيتحس بسكون عجيب فيها القلب ما بيتحسها بأكبر مساجد الأرض فحري بك أن تبحث عن المساجد التي أسست على التقوى وفي هذا الحديث بيام أن المراد من هذه الآية أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل ما بين الحجرة والمنبر الحجرة الحجرة والمنبر عن أبي ريط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة ومنبر على حوضه الذي ذهب إلى المسجد النبوي يعلم أنه في مقدمة المسجد النبوي يوجد محراب وبجانب المحراب في منبر وتخيل معي هذا المحراب والمنبر هون بهذه الميلة يوجد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجرة التي دفن فيها والتي دفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر رضي الله تعالى عنهما فما بين المحراب والمنبر وما بين البيت والحجرة هذه المساحة طبعا طولا وعرضا يعني بتطلح حوالي مرة يمكن لك درسناها حوالي 300 متر مربع تقريبا أو أقل شوي هذه المساحة المربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها في الجنة أنها من الجنة قال علماء في تفسيرها إما المراد أن فيها سكينة كسكينة الجنة وهذا معنى المجازي وقال علماء أن المعنى معنى حقيقي أنه هو فعلا قطعة من الجنة وأنه يوم القيامة إذا أقيمت الساعة وطويت الأرض أخذت تأخذ الملائكة هذه القطعة من الأرض لتعيدها إلى الجنة هذا يعلم به ربنا جل جلاله أنت المراد من هذا أنك تحرص للدخول عليها وإذا دخلت عليها أن تسأل الله كما أدخلتني جنتك في الدنيا في هذه البقعة المباركة أكرمني بدخول الجنة يوم القيامة أسأل الله أن يكرمنا وياكم بالدخول إلى الروطة الشريفة وأن تصلي فيها وتدعو الله جل جلاله فيها باب مسجد قباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبة وفي رواية عندهما فيصلي فيه ركعتين وفيه بيان أن المسلم لا ينبغي له أن يوطن مسجدا واحدا ولا يصلي في المساجد الأخر عشان هيك الشباب جزاهم الله خير عندهم ترتيب عنا كل أسبوع شوفي عنا جولة انتقالية إيش يعني الجولة الانتقالية قال نختار مسجدا ننتقل فيه نصلي فيه نقيم فيه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المسجد النبوي هو مسجد النبي فيه حجرته بل حجرات النبي موجودة في مسجده لكن مع ذلك كان يترك المسجد ليذهب مرة ماشيا أو راكبا إلى المسجد الآخر وهو مسجد قباء يصلي فيه ويجلس فيه مع أهل البلد هناك نعم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصل فيه كان له عدل عمره وفي رواية من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصل فيه صلاة كان له كأجر عمره لذلك اللي بروح دايماً على الحج أو العمرة في يوم من الأيام اسمه يوم الزيارات الحملات تعمل يوم الزيارات فبيأخذوا الحجاج أو المعتمرين بالبولمن بقولوا له نتوضوا بالفنادق وبدنا نخذكم الآن عن مسجد قباء بيأخذوهم على مسجد قباء ويدخلوا فيه المعتمر أو الحاج أو الزائر فيصل ركعتين ويطلب من الله جل جلاله أن يكرمه بأجر عمره لأنه من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء فصل فيه ركعتين كان له أجر عمره نعم باب فضل بناء المساجد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عن عبيد الله الخولاني رضي الله عنه أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة وفي رواية لمسلم أن عثمان رضي الله عنه قال ذلك عندما كره الناس بناء المسجد وأحب أن يدعاه على هيئته النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما ببناء المسجد وليس المراد بالبناء فقط أن تكثر أعداد المساجد بل كانت ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لوضع المال في المسجد وهذا يحببنا بالفترة الأخيرة شفنا أنه ضعف عند الأمة وهو أن توقف شيئا لله هناك من من وسع الله تعالى عليهم عندهم القدرة لبناء مسجد كامل وهناك من من لم يوسع عليه وهو لا يستطيع أن يبني مسجدا بكامله لكنه يستطيع أن يوقف شيئا لله لذلك عليك أن تحرص وهذا لطالما قلناه ونعيد ونكرره لا بد لكل مسلم أن يكون له شيئا أوقفه لله ما تقبل حبيب الغالي تنزل في قبرك وما عندك وقف ما تقبل لو شيء بسيط أو شيء عظيم هناك من يوقف محل هناك من يوقف شقة هناك من يوقف سيارة هناك من يوقف براد هناك من يوقف كرسي هناك من يوقف قطعة سجاد لكن اجعل لك وقف هذه سنة مهجورة أن تجعل لك وقفا لله وكلما زدت هذا الوقف كلما كان المردود عليه كبير قال شركي اجت قالت يا جماعة الخير عنا أسهم هاي الأسهم اللي بيحط بيشتري فيها سهم ولا سهمين ولا أكثر له مردود شهر كبير هذا السهم كم قدروا قدروا كذا وكلما زدت الأسهم كلما بيكون مردود كبير فالأسهم مع الله لا تخسر كل الشركات عرضة الخسارة عرضة الإفلاس إلا التجارة مع الله لذلك احرص أن يكون لك سهم في بيت من بيوت الله حتى يدر لك الأجر بعد وفاتك بإذن الله وفي هذه المناسبة نسأل الله تعالى أن يتمم علينا بناء هذا المشروع الذي أطلقناه في العشر الأواخر في رمضان وهو بناء مسجد مع مدرسة إسلامية ومراكز لتحفيظ القرآن نسأل الله أن يتمم علينا هذا الخير وجميعنا طالبون بالدعاء حتى يوفقنا الله وبالمساهمة بمن استطيع نقف هنا ونشرع بإذن الله جل جلاله في الأسبوع المقبل بشرح فضل بناء المساجد وأنها أحب البلاد إلى الله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصليهم الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة